تعالوا نشوف الأشكال اللي انا احنا نرصدينها دلوقتي للنصيحة شخص عنده نصيحة حقيقية عن علم وممكن تساعد حد من أحبابه وتخلي حياته أكثر بركة ولكنه بيتردد في النصح عشان خايف أن اللي ينصحه يزعل منه مش يمكن يزعل فعلاً لما إيه اللي حاصل لما تشوفوا رايحة الظلمة ويجي عتبك على أنك أنت ما نصحتوش لأن من الصدق في المحبة أنك تهدين نصيحة بلطف يبقى إيه اللي حاصل وقولوا للناس حسنة ادفع بالتي هي أحسن آه كده الشخص بقى الشخص التاني النمط التاني اللي احنا شايفينه كتير شخص عنده نصيحة حقيقية عن علم وفيها قيمة مضافة ولكن طرقت فيها غلظة تخليك تنفر من النصيحة الله سبحانه وتعالى يقول عن حضرت النبي فبما رحمة من الله إل انت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضه من حولك آه طيب عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألقابه أنه الرحمة المهدى كان اللطف واللين والحنان كله بيسري في قلبه وفي كلامه ولذلك سيدنا معاوية بن الحكم كان بيحكي أنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي بالصحابة فعطس رجل من الصحابة في الصلاة فقال الله سيدنا معاوية يرحمك الله فبيقول فيقول سيدنا معاوية فرماني القوم بأبصارهم كي لا أتكلم في الصلاة وبعضهم يقولك في بعض الرواية لي فصاروا يصمتونني يسكتوني كده يعني بالطريقة دي عطس في الصلاة فبيقول له أرحمك الله في الصلاة فلما صلى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا الحال فبيقول إيه فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه يا سلام يا جمالك يا حضرت النبي